من أبغض العباد إلى الله بل وذكر أن المسألة دي من أسباب عذاب القبر المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة والتخبيب بالمصري كده البسيط أن حد يسخن حد ويستفزه على فراء نصه الثاني فسيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته أنت مش مننا ليه مش مننا لأن اللي مننا اللي النبي قال عليهم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لكن إفشاء الوقيعة المفرقون بين الأحبة دي من الكبائر واللي بتستوجب ساعات كتير عذاب القبر فربنا ينجينا وياخد بأيدينا واللي ما بيعرفش يتدخل يا جماعة ما بين الاتنين المتجوزين وما عندوش الأسس العلمية والشرعية يعتذر لشان ساعات بنيجي نصلح بنصايح بتبقى أكثر إفسادا النية جيدة والعلم مش موجود والنية الصالحة وحدها في هذه الأمور لا تكفي الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وزيكم يارب تكونوا بخير النهاردة روتين جديد ويوم جديد وإن شاء الله كده روتين يعجبكم روتين كله تقى إيجابية والنشاط روتين حلو انتو بتحبوه جداً جداً في الصبح كده مدري كيلو لبن بصراحة أنا قلت له هاته بلدي مش عايزة لهو المعلب المعلب غالي جداً وفي نفس الوقت بقى بيخلص بسرعة قوي يعني فأنتو عارفين في الشتة أصلاً المشربات بتبقى كتير والحليب بصراحة بيبقى حلوة أو في الشتة فأقلت له هاته هو البلدي أحسن المهم وكده قلت أغليه وكمان القشطة بتاعته لما بيبرد هاخدها أعمل بيها برضو أحاوش هبقى نامي بها السمنة بلدي تتاكل مثلاً جنب مربا جنب مثلاً حلاوة تحينية فهي حلوة جداً وأنا أصلاً بحب بصراحة اللبن ده في الشتة وطلعت كده علبة طعمية كنت بسابها تفك طبعاً وكنت مطلعة برضو كيس فول فطبعاً اللي اتنين دول خلاص فكوا فدلوقت تعليوني مع بعض بقى فطار النوردة كان جوزي بصراحة كان أجازة فأنا بحب أولاً ما بيكون أجازة نعمل فطار كده يفتح النفس وفي نفس الوقت الفطار ده بيحب اللمة تعارفين يعني مش شرط أنه يكون يوم جمعة العادي جداً في وسط الأسبوع أهو طلعت كده كيس فول وطبعاً علبة الطعمية بجد الفطار في البيت أول حاجات ده احنا عملناها مع بعض تحسين ان انت عندي كده خير في البيت يعني طبعاً إحنا كده هو يعني جوزي مسلاً كان بيتكلم معي هنفتر إيه فأقولت له طلعت طعمية وطلعت كيس فول وهنعمل طعمية وفول وجبنا بس كده حتى ما كانش عندي بطاطس فما حمرتش بطاطس وكمان ما كانش فيه بتنجان فعملت الحاجة الموجودة تقدر تعملي الموجود وبجد بيطلع منه أحلى حاجة هنا معي الطعمية طبعاً اما كنتش حتى فيها ملح فحطيه بقى شوية ملح وشوية كمون شوية كسبرة نشفة بس وهقلب بقى طبعاً مع بضوية كده طبعاً هقلبها كويس قوي قوي لاني لما بتحط في الفريزر انتو عارفين بتهبط شوية ما بتبقاش هشة زي او ما بتتعمل فقلت كده يعني اعملها كده بالشغة كده شوية عشان بس تتنفش معي لو انت عندك كربوناتو ممكن برضي تحطي شوية المهم انا كده هعمل بقى فول بالطماطم والتوم والفلفل وكده بيبقى حلو قوي قوي وطعمه كمان بيبقى جميل جداً جداً الاول طبعاً حطيت زيت وبعد كده معلقة توم اول ما ديبلك كده معي نزلت بقى بطماطموية متقطع صغير جداً جداً ومعلقة صلصة اول ما حست ان هي خلاص تسبكت الطماطم دي هنزل كده بالفلفل يكون اسبايس شوية بيبقى حلو قوي قوي وبيدي طعم كمان حلو قوي للفول وهنزل بشوية ملح وشوية كامون وهقلب كل الكلام ده مع بعض وبعد كده هنزل عطول بكس الفول طبعاً كس الفول معايا كان يعني كانت بالفريزر فكان جامد جداً المم حطه في طبق كده فيه مية تكون سخنة من السخان فك معايا على طول وبرده الطبق بتاع الطعمية نفس الحكاية حطيت برضو العلبة اللي أنا مخزنة فيها أصلاً الطعمية حطها في طبق بلاستك في مية سخنة المم يعني الفكرة دي حلوة بيفك معاك الحاجة على طول وده طبعاً لو معاكي وقت طلقي قبلها بشوية وسبيه حطيت بقى على الطعمية رشة سمسم وكسبر ناشفة تاني قبل مقلي على طول وهبدأ كابل معايا أخد وحطها عطول في الزيت هي بتطلع شكلها يعني متولة كده شوية ما بتبقى الشكلها بصراحة حلو بالمعلقة قوي فأنا عملت الشوية دور وبعد كده جزي جي كمل عمل اللي هي الصغنانة خالص بقى ما بتعجبوش اللي أنا بعملها دي بالمعلقة أنا مش بحبها مسيكها بصراحة بإيدي بحبها بالمعلقة أحسن يعني بس هو بلا بيحبها اللي هي الصغنانة المدورة دي المهم عملت أنا شوية دور وقلت له خلاص تعالي عمل اللي انت عايزه وخلاص دلوقتي كده كده خلاص اتقلت يعني فتعلها عاكده على منازيل وهعمل بقى أنا جبنا كده بطماطم زي ما قلتلكو الفطار ده كده كل حاجات من البيت ما جبناش أي حاجة من بره ولا عملنا أي حاجة الحاجات دي كلها بتعاملها معاكو في فيديو قبل كده يعني الحاجات دي كلها بصراحة كانت في البيت فبتبقى حلوة جدا جدا وبتقعد معاك فترة كبيرة قوي أنا عملت معاكو فور وعملت معاكو التعامية فالكلام ده كله في البيت بجد بينفع جدا في أي وقت ممكن تفطري بيه تتغدي كمان بيه فبيبقى حلوة جدا في البيت وبجد بيبقى خير في البيت وطبعا كان عندي بيعيش في الفريزر أنا ببقى حطاك عندي في الفريزر على طول بطلعه بسخنه في الميكرويف العيش ده لازم كده عندي كده أساسي في الفريزر دايما فطلعت دلوقتي وسخنته في الميكرويف وحطيت كده شوية كان آخر شوية لفت عندي وأول مرة كنت تفتح النهاردة على الأرنبيت المخلل يعني كان بدأ ان هو خاص تخلل بس برضو سبته شوية تاني بس هو بياخد وقت شوية في التخليل الأرنبيت لكن اللفت على طول بيتاكل هو الخيار مفيش كم يوم وتفتحي وتاكل منه على طول المهم بقى بعد ما افترنا دخلت بقى لقلت الأطفال بصراحة كانت مبهدلة وكنت عايزة كده أعملها معاكم فقلت بقى هتشجعك وافتح الشباك الجو كان جميل قوي قوي انا طبعا كنت صحية بدري بصراحة قابلي اصلا ما اعمل اي حاجة خالص وسيقيت الزرع بتاعي زي ما شفته كده وعملت النفس قهوة وعدت مع النفس شوية وبعد كده عملت بقى الفطار ودلوقتي كده كانت حاولي الساعة كده كانت 11 ونص في التوقيت ده يعني ما كانتش متأخر قوي ولا حاجة فشلت كده كل الدفات اللي عندي في القوضة وزي ما قلتلكم الجو كان جميل قوي النهاردة كان برد وهوى بس كان فيه شمس وكان حلو قوي قوي فانا دلوقتي جا طلعت للحيفة بتاعت الاطفال تتشمس في البلاجونة وبعد كده شلت بقى الدفات بتاعت السرير وهنافض السرير كويس قوي والبست بقى الجلافز بتاعي الحلو ده وهبدأ كده امسح الحيطة بتاعتي كلها بصراحة طلع البقع كلها بسهولة يعني استخدامه حلوي جدا جدا وجيت بقى على الكنبة المفارش دي كده عايز تغسل فشلتها هي كمان قلت بقى اخسلها وكمان بالمرة بقى اجيب كلمة ناسة ولم كل الفتافات اللي تحت الشلتة بتاعت الكنبة عايز اقول لكم دي بقى يعني فشار بقى حاجات بقى كده بصوا انا مش عارفة اقول لكم هي ايه بالضبط بس دي طبيعية في قمة اطفال فيها اطفال صغيرين يعني مش عايز اقول لكم انهم مش بيأكلوا فوق الكنبة ولا حاجة بس ايه طبيعي اني مسلا يكون تفلي معاها طبقة فشار كيس شبسي حاجة حلوة اي حاجة فده طبيعي يعني المهم المكنسة الحمد لله معانا بتنظف كده على طول وبتلم كل الكلام ده ما عنديكش مكنسة بفرشة الجروف اللي هستغيرة زي برضو بتبقى حلوة جدا لو هي نظيفة معاكي برضو كنسي بيها كده الكلمة لو انت عندك زي هي يعني بتنظف حلوة قوي برضو حابة كده اعمل اي تغيير في القوضة بصراحة في صراحة مطلعة بقى الكسوة بتاعت الكلمة بتاعتي وقلت كده افرشها بجد جميلة يعني بصوا عندي من زمان قوي قوي الكسوة دي كنت عاملاها لما ولدت محمد ابني محمد ابني عنده سبع سنين فدي قالها سبع سنين عندي فعايز اقول لكم جميلة جدا وحستت كده بجو دفئ كده في القوضة وحستت ان جواها حلو بجد جميلة قوي يعني ممكن تكون في ناس ممكن تقول لها مش حلوة ومش موضة وما فيش حد بيعمل كسوة دلوقتي للحاجة بس انا حبتها انا حستت ان هي فكرتني كده بأيام جميلة وفي نفس الوقت حستت بالتغيير في القوضة حست ان القوضة كان وورت وبجد جميلة جدا جدا يعني حاجة عندي بقالها سنين بس فرحانة بها قوي حست ان هي حاجة جديدة سبحان الله يعني فاهم حاجة والله العظيم يا جماعة مش العفش ولا الحاجة اهم حاجة تكون انت راضي وموسوطة وسعيدة كده بالحاجة اللي عندك ايام كانت هي ايه بقى حاجة حلوة حاجة علموضة حاجة عادية حاجة قديمة هم حاجة انت تكوني مرتاحة نفسيين كده وموسوطة بالحاجة والحاجة كمان ما بتكون نظيفة بتبقى كلها راحة نفسية فطلعت بقى الكسوة بتاعت الكنبة دي انا عندي كسوتين على فكرة كنت عاملة غيرين فده واحد منهم بحس ان هو يعني ايه بيريق شوية عندي على القوضة عشان لونه كده مو بيج قوي جميل انا بحبه جدا مهم كده حطيت معاه الكوشنات اللي هي صفرة زي السادة قلت هتمشي معاها اكتر وحطيت طبعا واحدة من النفس اللي لو ماشي الكنبة انا كنت عاملة ثلاثة فمرضيتش ان انا حطي كل الكوشنات نفس الشكلي يعني قلت حطي كده سادة معاها هي كده كده مقلمة فالاصفر ماشي معاها جدا جدا المهم فرشتها كده وبعد كده هاجي بقى على السرير برضو طبعا نفطتها كويس جدا وهفرش بقى الدفات دي قلت اكتر دفات هتمشي مع الكسوة بتاعت الكنبة اللي هي الجلد في الاصفر يعني الدفات دي لونها بيش كده دهبي لونها حلوة قوي دي كنت جابها من رونين بمية وسبعين جنيه بس كان كانت ساعة العرض يعني كان هما بيعملوا كده ساعة كل كم يوم بينزلوا الحاجة فيها جميد جدا فدي بدل ميتين وعشرين كتعاملة مية وسبعين جنيه او مية وثمانين في الحدود دي مش عارفة بقى ممكن تلقاها بنفس الاسعار لو انتوا يعني حابين تعرفوا بالضبط طبعوا صفحة رونين على الفيسبوك هما بينزلوا كل يوم العروض بالايام والساعات كده يعني الناس اللي عارفة بقى كده متابعة الكلام ده فانا بصراحة ما مش بتابع بس انا رحت بالصدفة يعني انا كنت رايحة بالصدفة اصلا عشان اجيب حاجة معينة فلاقيت دي عليها عرض فعجبتني اوي بس هي جميلة جدا جدا في الفرش وشكلها حلو انا اصلا يعني عايزة اقول لكم بقيت احب اوي دفيات اللي هي استادة اللي هي مش مش منقوشة يعني او او مش مشجرة لان انا معظم ملاياتي مشجرة كده زمانتوا شايفين اه فبحب بقى الدفيات تكون سادة عشان طبعا ما يبقاش تشجير مع تشجير وتبقى زحمة اوي علينا فكده شكلها كده طبعا بتبقى هدب كتير وكمان الدفيات اللي هي استادة بتبقى حلوة اوي فانا كده عندي اتنين بس سادة ما عنديش اكتر من كا عندي اللي هي الرماضي الرماضي دي سألتوني كلكو عليها برضو دي اصلا جاية معا للحيفة بتاعتي يعني دي ما اشترت هاش دي جاية معا للحيفة فهي سادة خالص وشكلها برضو حلوة اوي المهم كده فرشت السترير وبعد كده هجيب بقى المكنسة طبعا الاول اللي لمعت كده كومودينو والجزامة اللي عندي في القوضة ويعني اي خشب بقى قدامي في القوضة لمعته وبعد كده جبت بقى المكنسة وهيقنس القوضة كلها مش دايما بصراحة زي ما قلت لكم كده مرة مش دايما بشيري استجاب بتاعي في الشتا استجاب بيكون تقيل والارض كده كده بيكون نزيفة فالمكنسة برضو الحمد لله يعني بتقدر غرض يعني ساعات بقى ببقى خلاص حسنا قال لي القوضة مش مهما اكنسة بالمكنسة لقى مش نزيفة عايزة تمسح فخلاص بروح شايلة بقى استجاد وامسح الارض وقف رشتاني عيد لكن في السيف بقى بتبقى الحاجات دي بتبقى سهلة علينا اوي يعني بتبقى كمان يعني زي ما بيقولوك النهار بتاعي السيف بيكون طويل انا بش بحب اشتغل بالليل بصراحة فبحسة ان السيف بقى براحتي ممكن طول النهار بقى اشيل سجاد وامسح واعمل كل حاجة براحتي خالص خالص بصراحة عايزة اقولكم ان السجادة عندي يعني عايزة تغسل كله مش يعني يمكن دي انضف سجادة عندي بتا تقط النوم لكن السجادة الريسبشن بتاعي كله لا عايزة تغسل بس انا مش عارفة بصراحة خايفة من الخطوة دي الجو برد او الايام دي فانا هستنى كده شوية على رمضان هخسر بقى كل استجادة يعني اني حتى استجادة اللي انا بفرشه في العيد برضو مش نزيف فالغيارين بتوعي مش نضافي يعني بصراحة كلهم عايزين يتغسلوه فمستنيعي بس كده شوية لما نيجي بقى نعمل مع بعض تنظيفات رمضان هخسر بقى كل استجادة كل مرة واحدة كده خلاص خلصت كنست هقفل بقى الشباك بتاع القودة يعني شوية كي مش هقفله كله بصراحة الجوزة ما بقولوك كان حلو قوي بصراحة نفسية كلها المعطر ده انا حتى اللي هو المعطر العود بتاع فريدة حلو جدا جدا وطبعا زودة الباقي مير لان ده اللي هو المعطر اللي هو الخام بيباع بالكيلو كده المهم كده بصراحة بقولوك رأيوكو بجد جميلة جدا حستها كده غيرت القودة خالص حسن القودة نورت تغيير يعني عموما تغيير خالص يعني طبعا لونها غير لون الكسوة بتاعتها خالص فده بيحسك بالتغيير المهم كده خلاص خلصت بقى القودة بتاعتي اهو زمانتو شايفين هقفل بقى النور واخرج بقى بره عشان نخش على المطبخ على طول النهاردة عامل لهم غدا كده جميل جدا هعمل لهم بيزة دي ما طلوه مني عايز اقولوكو بكوة يعني بقالهم كده كم يوم بطلوه مني بيزة اه ولازي طبعا يعني اكيد معظم يعني معظم الرجالة مش بيلمش ليوا قوي في الاكل ده بس طبعا بيياكلوا عادي بقى المهم هعمل ايه دلوقت كده حطيت حوالي تلك كوبية دقيق ورشة زعتر طبعا المقدير بتاعتي البتزة سهلة قوي بسيطة وجميلة جدا وكمان اقتصادية حطيت معلقة سكر حطيت معلقة خميرة معلقة كبيرة يعني ورشة كده ملح زمنتو شايفين والزعتر بيبقى حلو قوي في العجينة بيديها طعم جميل قوي قوي طبعا بقى لو عندك زبادي حطي بيخليها طرية وهشة وحلوة جدا ودلوقتي حطي حوالي اربع معلق زيت اه مش اكتر من كده عشان كتر الزيت برضو ممكن ينشفها فهو تلاتة حلوين جدا جدا وحاجن كل الكلام ده بقى بمية دافية مية فترة كده يعني تكون مش تقنة او طبعا ولا تكون ساعة عشان الجو اصلا برد وحنا عايزين هتخمر كده على طول هي خمرت في حوالي ساعتين انا سبتها ساعتين خمرت لكن اقل من كده مش هتخمر معاك لان الجو فعلا برد الا اذا بقى يعني سخنت الفرن بتاعك وحطتيها في طبق وغطتيها ودخلتها في الفرن هتخمر معاك على طول سبت بقى العجين كده يعجينها شوية لحد ما خلاص لمت معايا وبقت حلوة قوي قوي يعني بصوا البولة بتاعت العجين نضيفها جدا يعني العجينة نضفتها خالص فقلت خلاص هسيبها في البولة بتاعت العجين وهغطيها وخلاص على كده هدخل بقى دلوقتي كالبه لكون الجو دلوقتي تحفى عايز اقول لكم اصلا انا وقفت كتير جدا على ما نشرت يعني انا دخلت عشان انشر فدخلت بقى لت الجو جميل وهوى يعني مش عايز اقول لكم ان هو مفيش هولاء فيه هوا وكل حاجة بس الجو جميل انا حب ان انا اقف فيه اتشجعت جدا بقى ودخلت كده عملت كوباية شاي كمان ودخلت عادت في البلكونة وعايز اقول لكم ان الولاد دخلوا كلهم جري ورايا واقعدنا شوية حلوين او في البلكونة الجو حلو جدا يعني الجو مش عشان شتة لا خلوس هنقفل لا بالعكس انا مش من الناس دي خالص انا تقول الشتة اصلا بفتح عادي جدا انا يمكن في الصيف ما بحبش خالص افتح الشرابيك بالنور بحس ان هي بتدخل نور في الشقة بتخلي الشقة حر جدا لكن في الشتة لا بحب قوي افتح بحس ان ريحة البيتة عندي بتبقى جميلة ريحة الهوا كي بتاع الشتة ده بجد حاجة تانية خالص يعني المهمة كده جبت بقى طبق الغسيل بتاعي كده عندي كده كم دوروا مع بعض فقلت بقى يلا انشرهم كده عطول معاكو اا ماخدوش معايا وقت والله يعني بس تكدت مستمتعة كده وانا وقفة في الجو زي ما بقولك بعد ما انا خلصت بقى النشير زي ما انتوا شايفين اا قلت كده بقى اصور لكم الجو الجميل لانتوا كلكوا بتحبوه دخلت بقى عشان احضر مع بعض الغداء طبعا ده كان طبق السجوء برضو كان جزي كان جايبه والصبح وهو جاي من عند الجزار كان لسه بقى عامله ده سجوء بلدي حلو جدا الكيلو بمية وعشرين جنيه فالمهم كده قلت هعمل النهاردة البيتزا بالسجوء يعني تبقى برضو اكلة حلوة جدا جدا فانا هعمل ده كده حوالي كيلو فقلت ممكن اعمل مثلا كيلو لربع لان زي ما قلت لكم يعني جزي مالوش في البيتزا قوي فقلت لو حبي ياكلوا بالعيش ياكلوا والباقي يتحطي كافي البيتزا بصراحة انا قلت عامله ثلاث كوبايات دقيق فانتو عارفين هيعمله معايا كمية بيتزا كبيرة يعني ممكن مسلا يعمله سنيتين كبار اه فانا عملت سنية صغيرة والباقي عملته في صج كبير المهم هعمل بقى السجوء الزي قطعته كده بالمقص زما انتو شايفين سهل اوي بسرعة بالمقص يعني اه حطيت شوية زيت صغيرين اوي اوي ما اكترتش لانه هو اصلا بيكون كله دهون يعني حتى لو انت مش هتحطي زيت خالص هو بينزل دهون كتير اوي اوي ديت التشويحة كده الاول وبعد كده نزلت بالبصل والفلفل اللي احنا كنا نفرزينه كده مع بعض والتوابل برضو ما بكترش منها اوي عشان خلي بالكو السجوء والحاجات دي بتكون اصلا يعني فيها نسبة بهارات فمش بكتر اوي عشان ما تبقاش كتير اوي اوفر يعني فبحط بس كشوية فلفل اسود السبع بهارات شوية كمون طبعا دي اساسي بس مش بكتر من الكمية بحط يعني ايه حاجات كده بسيطة والملح وخلاص طبعا لو عندك تماطم حطي بس انا مكنش عندي ايه تماطم كانت خلصت خلاص الصبح مني وانا باعمل الفطار فكانت اخر كم تماطمية ايه تعمله المهم هاجي بقى على الصلصة بص انا بقى لي فترة كبيرة جدا مبقيتش اعمل صلصة ايه معينة للبيزة بالتوم بقى وللي كتب اعملها بصراحة زمان لأ دي سهلة جدا وسريعة وبتديك نفس النسيجة معلقة كتشب او يعني شوية كتشب كده حلوين معلقة الصلصة ايه معلقة الصلصة ايه معلقة الصلصة ايه تبقى جهزة وحط عليها ايه شوية زعتر وحط عليها شوية ايه توم بودر وبصر بودر بس كده ما تحطيش ملح حشان ما تبقاش حدقى منك لاني جربت مرة حطيت ملحي كانت حدقى جدا لاني طبعا انتوا عارفين في ملحي في الكاتشب وفي ملحي برضو في الصلصة اللي هي بتبقى جهزة فما حطيتش بصراحة ملحي فبتبقى مظبوطة جدا جدا وجبتي هنا دلوقتي كقطع من العجين وهبدأ كده انا افردها في الصينية على طول يعني مش هفرد بقى برا على حاجة وبعد كده اشيلها افردها في الصينية او حطها في الصينية لا انا بفرد كده في الصينية على طول بصراحة اسهل بكتير وبعد كده هفتحها كده او اخرمها بالشوكة عشان يعني ما تتنفخش منك او العجينة في الفورن وهاجي بقى دلوقتي كده احط بقى الصلصة بتاعة البتزا اللي احنا عمانناها مع بعض بجد جميلة جدا وسهلة وسريعة قوي قوي وطعمها في نفس الوقت جميل قوي قوي يعني بدل ما تعوض بقى تعملي الصلصة اللي هي بتاعة البتزا التانية اللي كنت نعملها زمان لا دي اسهل جبت بقى للسجوء وهبدأ كده انزل على البتزا بصراحة 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 ما كانش عندي برضو زاتون بس يعني ايه كانت جميلة جدا انتم عارفين البتزا عموما بتبقى حلوة بأي حاجة فالخضر اللي كان في السجوء بقى مع السجوء والعجين بقى والسلصة بتاعة البتزا خلاص يعني انا حطيت بص كده شوية فلفل تاني عشان برضو يعني ايه يديها ريحة اكتر وحطيت بقى جبنة الجبنة دي سيئة جدا جدا اسمها جبنة الخير او ابو الخير اللي انا كنت نعمل لكم الكيس والله بس انا يعني ايه زيت خالص يعني المهم ما علينا وحشة اوي بصراحة احلى جبنة جربتها لحد الواسي اللي هي الحمد حلوة جدا جدا خلصت من عندي بصراحة ان شاء الله نوية يعني اجيب تاني منها لان حرفيا احلى جبنة جبتها في حياتي دلوقتي لحد الوقتي يمكن كمان الشدر فيها جميلة اوي اوي بصراحة يعني فان شاء الله كيشوفها بس بقت بكام اساسا دلوقتي انتم مع انتم عارفين كل حاجة غليت فاكيد برضو هي كمان غليت لانها يعتبر مني الالبان والالبان كلها والجبن ما شاء الله يعني سعرها بقى معدي فمش عارفة بصراحة بقت بكام ان شاء الله لما جيبها هقول لكم دلوقتي بقت العجينة فردتها كلها في السوق ده هي ممكن تكون العجينة ترعت مني سميكة سنة بس قلت يلا مش مشكلة بقى عشان ما عملش غيرها يعني تبقى هي بقى خلاص السوق ده وخلاص المهمة بقى بنفس الطريقة برضو هعملها اللي احنا عملناها في السنية الاوانية طبعا الاوانية خلاص كانت دخلت بقى الفرن عشان كان الاولاد بصراحة كانوا عايزين خلاص ياكلوا فاروح تحطيت الاول السنية الصغيرة في الفرن ويجيت بقى على السوق دلوقتي هعمله بنفس الطريقة برضو هنزل بقى برضو بشوية سجوء كده عليها عازة اقول لكم السجوء اصلا لو كمية قليلة قوي برضو هتبقى جميلة جدا معاك يعني ممكن من ربع كيلو سجوء تعملي سنيتين بزا مع الخضار بقى مع الزاتون مع الطماطم مع الفلفل هتبقى معاك بجد يعني غدا حلو جدا مع بقى شوية بطاطس محمرة خلاص كده بقت الدنيا بقت زي الفل يعني المهم خلاص كده انا بقى احط زي ما قلت لكم ما عنديش بقى خضار تاني غير بسطة والفلفل والسجوء والبصل اللي كان في السجوء هنا بقى دي بقتي الجبنة عايزة اقول لكم انا كنت خلاص بقى يعني عايزة اتخلص منها بجد مش حلوة خالص ومش بتسيح ولا اي حاجة سيئة قوي فالمهم هقطعها كلها كده وحطها على البزا قلت يعني يمكن تسيح لما بتكون كسير او تدي شكل كده او طعم ولا اي حاجة مفيش خالص هنا دي السنين الاوانية خلاص كده خرجت هقطعها لهم وطبعا ده كان الغدر بتاعنا النهاردة بقى ويرابي كده الروتين يكون يعجبكم النهاردة تستفادوا منه ان شاء الله وكمان تكونوا كده استمتعتوا معايا واخدتوا التاقة الايجابية اللي كلكم بتحبوها واللي كلنا اللي محتاجينها والله العظيم في حياتنا يعني انا عايزة اقول لكم انا كمان باخد تاقة الايجابية بقى من الكومنتات بتاعكم كلكم بتقولولي حابناخد منك تاقة ايجابية انا برضو والله باخد منك تاقة الايجابية من كلكم منت حلو بيتكتب لي ومن كل دعوة حلوة لبيت والولادي ولكم بالمثل يا رب كلكم اقول لكم بقى معايا سلامة شوفكم ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة